القراءة مثل دائما تقبل البرج الشمسي والقمري والطالع وأيضا بتقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكي فيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك بدنا نسحب كروت توضيحية وبعدين نبلش نشوف شو طاقتك أنت يا برج العذراء وبعدين طاقت الحبيب خطوتكم في المستقبل وطاقتكم المشتركة في المستقبل أو شو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية أو شو بتحس فيه حاليا فيه شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير أو عم تحلم حتى بها الشخص أو عم تتخيل هالشخص عم تحلم بوضعكم مع بعض ممكن تكون أيضا أحلام فعلية أحلام حقيقية مش فقط أحلام اليقضى يعني ممكن فيه شخص بالفعل عم يزورك في أحلامك أيضا الكروت اللي اطلعت عندي هون الفارس والبيد والكينج أيضا طاقتك عم شوف الترابية كتير أغلب الطاقة اللي عندك يعني أنت بطاقتك أنت حاليا حركتك شوي بطيئة عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص أو تستثمر فرصة مع شخص عم شوفك من الناحية المادية أيضا وضعك تحسن أو وضعك متحسن من الناحية المادية لأنه عندك كينجو نايتو بنتقلز يعني من الناحية المادية وضعك منيح للبعض منكم أو وضعك يعني فيه تحسن أيضا مع الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف أنه الوضع بينكم أيضا فيه تحسن ممكن فيه اختيار معين بدك تختاره أو أنت واقف بالتاريق وبدك تختار بين شيئين أو بين شخصين أو توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك وبينها الشخص مع الشخص اللي عم تتعامل معه أنت بتحس أنت بتحب الشخص بمعنى أنه بتحس أنه مكتفي منه من الناحية العاطفية الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن فيه بينكم شوي جدالات أو شوي حدة بالمناقشات فيه شوي أو ملامسات بينك وبينها الشخص ولكن أنت بتشوف الشخص اللي عم تتعامل معه أو بتعتبره رفيق درب وأيضاً لناحية العاطفية راضي كتير عن مواصفات هالشخص أو بتحب طبيعة هالشخص بتحب شخصيته بتحب كاريزمته وأيضاً مثل ما حكينا ممكن بالفعل أنت هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك أو حتى عم تحلم فيه عم تفكر فيه كتير طيب نشوف طاقة الشريك أو طاقة الحبيب طاقته مش كتير منيحة الشخص عم يحس بفراغ من جوا فيه إشي بحيات هالشخص عم يحس أنه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه أو الفجوة اللي عم بيحس فيها وعم شوف أيضاً أنه هو ما ترف لك أو ما حكى لك بهالإشي يعني أغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها لإلك هالشخص بالذات بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة أيضاً ممكن يكون هالشخص مخبي عنك أنه الأمور بحياته خارج العلاقة بينكم بحياته العملية أو حياته العائلية أو حياته العامة عم تكون مش مزبوطة فيها لخبطة كتير فيها تغيرات كتير كبيرة وعم يمر هالشخص بشفتس كتير عالي كممكن في بعض الأساسات بحياته هالشخص حالياً مهزوزة أو غير مستقرة وممكن أيضاً نسبة عالية يكون ما حكى لك هالشخص عن شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيداً عن العلاقة أيضاً ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص ممكن هو عم يحس بفجوة أو فراغ بالعلاقة اللي بينكم إنه مش عم يحكي معك لأنه في عنده ترانسفورميشنز أو في عنده تحولات ولكن أغلبية التحولات هاي مؤلمة بما يخص الناحية العاطفية أو بما يخص مشاعر هالشخص فللبعض منكم المنفصلين عم شوف طاقة الحبيب حالياً مش مبسوط هو بصراحة عم شوف أنت راضي أكتر أو أنت مقتنع أكتر بيوضعك أكتر من هالشخص هالشخص من جوه غير راضي مش مبسوط طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم أو حالياً يعني أو شو ممكن يكون السبب الخلاف بينكم أو أحد من أسباب الخلافات بينكم في طرف بينكم ممكن أنت أو ممكن الطرف الآخر حس برفض حس أنه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الآخر ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لأنه عم شوف أنه في كتم للمشاعر ما مش عم بتحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم أو بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوا لبعض عم شوف بينكم كتير باشن عالي وهيدا ممكن يكون أو في بينكم شغف كتير عالي ممكن يكون ولد الغيرة بينكم أو ممكن هالشخص أو أنت لأنه هاي الطاقة مشتركة عم الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لأنه الوضع بينكم عم شوف عفوي أو ما في إله طريق أو نمط أو ستركتر معين تمشوا عليه فممكن يكون هالشخص أنت وهو مش بي علاقة جدية فصعب عليك أنه أنت تعبر أو هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره أو شو اللي بيحس فيه بينكم الطاقة المائية عم شوف أيضا أنت وهو بتشوفوا بعض لأنه عندك فأنت وأيضا عندك ففي طرف منكم عم ينظر إلى الطرف الآخر وكأنه سولميت وكأنه رفيق الدرب أيضا ممكن يكون سبب المشاكل أو واحد من أسباب المشاكل بينكم أنه ما في جدية وما في التزام بالعلاقة ما في خط معين تمشوا عليه يعني أنت وهو بعلاقة ولكن ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهذا ممكن يكون أثر على أحد من الأطراف إنه ما في التزام جدي بالعلاقة فالتقدم بينكم يعني في تقدم بينكم من الناحية العاطفية ولكن أنت مش عارف نهاية العلاقة أو نهاية التواصل شو رح يكون أو نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل عم شوف أنت بالمستقبل فيه إشي عم تحس أنك مربوط فيه ممكن أنت البعض منكم ممكن يكون ترك الشخص وعم تحس أنك لأنه انترابمنت هل هالمرة هالكرت ما يعادل أو ما يوازي يعني أنت عم تحس بسجن شوي عقلي أو عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بأمور أبل ماضي عم تحس أنك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز أكتر على التشافي أو كيف تتشافه الحلو بهذا إنه الكرت طلع عندك هون مقلوب Three of Swords Three of Swords عادة يرمز إلى جرح بالقلب أو جرح بالعواطف وجرح بالمشاعر ولكن مع أنه الدكة عندي ما فيه كرت معلوبة إلى أنه الكرت يجيك مقلوب وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو Three of Swords بيرمز على أنك تطالع من جرح معين أو تطالع من حالة حزن معينة أو رح تطلع إذا أنت البعض منكم إذا قراءة عكسية وإنت هالطاقة اللي هون البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه أو لحتى تتقبل الأمر وطبيعة العلاقة بينكم إلى أنه عم شوفك طالع من من فترة حسيت فيها أنك مظلوم من أساسات خربت بالعلاقة أو من علاقة فاشلة مع شخص أو كونكشن أو تواصل ما زبط مع شخص أيضا ممكن يكون فيه عندك بالمستقبل أو رح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة أشخاص ولكن بدك تنظر إلى الأمور بطريقة حيادية أو بطريقة محايدة لأنه فيه كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة وعم شوف أنت مركز أكتر يعني أنه أنت بدك عدل بالموضوع بالمستقبل في خطواتك المستقبلية عم تبحث إلى نوع من العدل فأغلب العروض هاي عم شوف أنه مش رح تستهويك أو مش رح تعجبك بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل أو خطواته بالمستقبل سادنس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون أو هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام شهر أو أسبوعين أو شهرين حتى بيختلف من شخص للآخر ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة من يعني بطاقته الحالي وطاقته المستقبلية تقريبا الكروت مشابهة الكرت اللي هون ولكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس بي حزن عم يحس إنه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس إنه مجروح كتير أيضاً عم شوف إنه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لأنه عنده يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة بده يشتغل ويحط مجهود أيضاً سواء إن كان بعلاقة أو بداية إشي جديد معين إلى إنه مش رح يعبر عن هالإشي يعني هالشخص عم يشوف صعب إنه يجي يحكي معك أو يعبر لإلك عن طبيعة مشاعره بالذات إذا أنت محوط بأشخاص أخرى أو في عندك حوالينك أشخاص أخرى وهو ما أخذ موقف دفاعي يعني باني صور حول نفسه هالشخص وعم حسوا إنه بالعقل الباطني أو بطبيعة أفكاره من جوه مشوش عاطفياً عم يحس بصراع جوه حاله لأنه بيكن المشاعر لإلك ولكن بنفس الوقت بيحس إنه بموقف مش عم يسمح له إنه يعبر هنشوفه بيحس تجاهك ممكن يكون هالشخص أكس على فكرة أو حبيب قديم لأنه عم شوف إنه أنت في عندك عروض هون وفي عندك أيضاً رضا نفسي فممكن أنت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا إكس قديم عم شوف إنه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمحه يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له إنه يعبر فعم يكون كتير دفاعي بده بداية جديدة معك بس عم شوف إنه غير قادر إنه يحكي لك هالإشي خايف من الرفض أيضاً لأنه عندك هون فعالشخص خايف إنه بس يعبر أو إذا إجا حكى معك خايف من إنه ينرفض أو أنت ترفض أرض الحب تبعه لأنه بتشوف إنه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم أو بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط تيمتيشن هالكرت ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون يمكن تكون أنت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه إلى كتير من الإغراءات لأنه تيمتيشن عندكم تيمتيشن ترمز إلى إغراءات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة تتطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي أو تفلتر الإشي اللي اللي بتفيدك والإشي اللي مش رح تفيدك لأنه من أغلب العروض اللي رح تجيك ممكن تسعين بالمئة منها أو أغلبها تكون إشي مش رح تفيدك أو أغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعم شوف أنه أنتوا رح تنحطوا بموقف أو للبعض منكم اللي أنتوا بيع علاقة مع بعض حالياً ولكن الأمور مش عم تمشي مثل ما أنت بدك ياها رح تنحطوا بيجوز فيه ناس أيضاً بدها تخرب بينكم لأنه تنتيشنز فممكن فيه أطراف خارج العلاقة رح تحاول إنها تخرب التواصل بينكم تخرب الكونيكشن بينكم لأنه عم شوف أطراف أخرى كتير بالعلاقة عم شوف أو عم شوف خيانة أو عم شوف يعني أشخاص عم تحاول تخرب أو عم تحاول عم تحاول تخرب اللي بينكم مالفعل الفعل البعض منكم اللي بيع علاقة حالياً بدك تنتبه من الأشخاص اللي أنت محوط فيهم لأنه ممكن أغلب الأشخاص اللي أنت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك أو اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من دائرة الأشخاص اللي أنت محوط فيها أيضاً البعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك نايت أوف وانس في عندك نايت أوف وانس في عندك نايت أوف وانس فيها في بدك ما تركز على الأمور اللي راحت لأنه عم شوف لسه في شخص في شخص هون مقتئب فيه طرف عنده اكتياب فيه شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لأنه أغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففيه طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي أفهمت علي؟ ممكن تكون أيضاً خسارة بينكم مادية صارت أو خسارة من نوع من الانفستمنت بالعلاقة بمعنى إنه عم تحس إنه فيه فرصة بينك وبينها الشخص ضعت ولكن البعض منكم لأنه عندك نايتو هونز ففيه تحرك بينك وبينها الشخص فيه طرف رح يتقرب إلى شخص الآخر أو أيضاً رح يكون فيه عندك عرض حب منها الشخص وممكن أن تتقدم ترجمة نانسي قنقر